اشتركوا في القناة الكابتن محمود الخطيب يشكر الجماهير المغربية يرى أسامة صفقة انتقال جديدة لسلة الأهلي كوبر مديراً فنياً لمنتخب سوريا وكيروش يقترب من قطر ديكوفيتش بطلاً لاستراليا للتنس وأكيد هيبقى معانا أخبار تانية كتير وعلى لقاءات ومعانا حاجات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال سيبن دي سبورت لكن فاصل صغير ونرجع لحضراتكم ورجعنا لحضراتكم عشان نبدأ أخبارنا في سيبن دي سبورت تأكيد من عند النادي الأهلي اللي حقق انتصار كبير جداً على أوكلاند سيتي أول لقاءات كأس العالم الأندية الحمد لله قدرنا النفوذ ونعمل لقاء جيد ويكون كمان مش بس لقاء جيد لا أداء جيد وإدارة جيدة للموراها الحقيقة مبروك لكل جماهير النادي الأهلي فوض عريض جداً 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 على أوكلاند سيتي بثلاث أهداف دون رد صاحب الهدف الأول طبعاً كان نجمنا حسين الشحات في الدقيقة الأخيرة من الشرط الأولاني تزديدة صاروخية كانت حاجة نموذجية يعني وطبعاً زميله محمد شريف أحرز الهدف الثاني في الديئة 56 وأخيراً الهدف الثالث في الديئة 86 بواسطة بيرستاو عشان نشوف اللقاء القادم للنادي الأهلي مع سياتل سوانز الأمريكي في الدور الثاني طبعاً لقاء مميز جداً الناس اللي كانت بتتكلم على كولر والروتيشن اللي كان بيعمله أديكوا شايفين الروتيشن عمل إيه دلوقتي اللعيب اللي بينزل زي وزي اللي في الملعب عبدالقادر والشحات موجودين يتبدلوا بطاهر وتاو تاو ينزل يحرز وقابليها أحسين الشحات بيحرز كهرباء ينزل يعمل جون ولا أروع في اللقاء كعب عالمي لبيرستاو طبعاً طهر محمد طاهر ينزل يجيب لك كرة يتسبب في طرد اللعيب المنافس نفس الكلام وراء بتشوف الطقم المدافعين كلهم بلا استثناء اللي بيلعب واللي ما بيلعبش على نفس المستوى حتى لما لعب مارش زمالك عفتاح كان على أعلى مستوى المارش دوا بيلعب متولي ويلعب عب منعم الاتنين على أعلى مستوى هاني ماشو الله محافظ على رتم لعبه ومحافظ على أدائه الفرقة كلها نيجي بقى نص الملعب اللي ماس كابتقولك هو بيبدل بينهم ليه أهم التلاتة لعبه لأن الرجل عمل حساب لفرقة أوكلان سيتي جداً التلاتة على أعلى مستوى سواء ديانج أو حمدي فتحي أو عمر السولية التلاتة على أعلى مستوى حقيقة يعني إدارة رائعة لمارسل كولر للمباراة اللعيبة كلهم كان عندهم الدوافع اللي تخليهم عايزين يعملوا حاجة النادي الأهل مروادي عينه على أكثر بكتير جداً من المكسب بمركز ثالث لا النادي الأهل مروادي عايز يوصل فينال طبعاً البطولة دي أصعب من كل البطولات اللي فاتت حابين بس نوضح لحضراتكو إن المرحلة اللي جاية الرجل ماشي ماتش بماتشو ماشي بأداء بيدرس كل مباراة رغم أن أوكلاند سيتي بقاله ثلاث شهور ما بيلعبش إلا أنه درسوا كويس جداً ومذاكروا كويس قوي عملوا حساب وعشان كده كان لقاء أكثر من رائعة هنروح بقى نشوف تقرير صغير جداً عن فوز النادي الأهلي تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع تاني حقيقي النادي الأهلي بيكسر أرقام قياسية البطولة دي بالنسبة لنا بطولة استثنائية فيها أرقام قياسية كتير زي ما حتركوا شفتوا في التقرير فيه طموح كبير للنادي الأهلي فيه بعثة مشرفة لمصر فيه لجنة كاملة تنظيمية في النادي الأهلي موجودة مع البعثة عشان خاطر النادي الأهلي يشرف مصر تشريف كامل نروح لخبر بعد كده بقى أعلنت لجمة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تيلر لإدارة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في وبع نهائي كأس العالم للأندية الطاقم يتكون من تيلر حكم ساحة اتنين مساعدين إنجليز أيضا جارب يوزيك وآدم نون والحكم الصيني اللي كان في المباراة اللي فاتت هيكون حكم رابع وزي ما حضركوا شايفين معنا على الشاشة هو ده طاقم التحكيم بالفار بكل حاجة طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي المباراة اللي جاية مهمة جدا 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 لازم نعمل لها حساب زي ما عملنا حساب لفريق أوكلان سيتي ولازم نتخطى هذه المرحلة عشان نواجه ريال مدريد طبعا الأداء كان أكثر من رائع من جميع اللاعبين وكمان فيه إدارة إدارة النادي الأهلي يا جماعة إدارة رئيس بعثة على أعلى مستوى الأسطوري كابتن محمود الخطيب فيه بعثة فيها منصق عام فيها لجنة كاملة لإدارة البيعثة حاجة مش سايبين حاجة للظروف كل حاجة محسوبة كل حاجة في بعثة النادي الأهلي محسوبة وعشان كده النادي الأهلي مصرف مصر عشان كده الكابتن محمود الخطيب الناس بتستقبله استقبال خاص أسطورة مصر طبعا يعني وكمان فيه شق إداري وفني مهم جدا مع مارس الكولر والجهاز الفني الناس كلها مبسوطة من الأداء وده دليل على نجاح الرجل ده اتكلم بقى مع أي مشجع أهله وفي أي مكان يقولك إحنا فرحانين بالأداء وبالنتيجة ومستنيين مارش السياتيل وجون الكابتن محمود الخطيب في الأسل البعثة في المغرب ده أمر مهم جدا وبنشوف أثاره في كل حاجة في الشكل اللي بيليق بقناة النادي الأهلي يعني إحنا شايفين تغطية قناة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده كل يوم في المعسكر قناة النادي الأهلي تغطية خاصة جدا حاجة أكتر من رائعة وترحب كبير بيليق بالنادي الأهلي سواء في كل مكان بيروحوه في المغرب الجمهور المغربي كمان عايز أتكلم عليه اللي تواجد مع جمهور الأهلي ما تعرفش مين فيهم مغربي ومين مصري المدرك كله اتملأ المباراة كانت الأستاذ كامل بيشجع الأهلي العلاقات بين المغرب ومصر تحسسك أن فيه فعلا حاجة حلوة بتواجد جمهور النادي الأهلي بالعدد ده في الأستاذ زي ما حضراتكم شايفين الكاميرا النادي الأهلي مع البيعسة في كل وقت دي النهاردة تغطية التمرين النهاردة مش هتكتر من رائعة الحقيقة يعني بالمناسبة دي بقى معايا خبر وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ليابة عن نفسه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية للأشقاء في المغرب على الاستقبال وكرم الضيافة ومسندة فريق الأهلي أمس في أول مبارياته في منديال الأندية وأشار إلى تقديره البالغ لهذا الموقف من الجماهير المغربية الشقيقة وخاصة التي تواجد في الملعب المباراة وسندت لعيب الأهلي وجهازهم الفني كما وجه رئيس النادي الشكر إلى فوز لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم والذي حرس على زيارة البعثة في فندق الإقامة ودعم الفريق ولعبي قبل مواجهة أوكلاند سيتي وتمنى رئيس الأهلي النجاح والتوفيق لدولة المغرب الشقيق في تقديم بطولة طليق بتاريخ المغرب العريق وجماهيرها وعشاء كرة القدم. الحقيقة يعني كابتن محمود الخطيب استقباله للناس واستقبال الناس ليه حاجة مشرفة جدا يعني لو حضراتكم شايفين الصورة فوز لقجع بيستقبل كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب بيستقبله في القتيل في بعثة النادي الأهلي حاجة راقية جدا 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 نهاية دي مصر دي صورة مصر برا دي صورة مصر اللي المفروض تكون برا دايما النادي الأهلي هو الصورة الحقيقية لمصر كمان عايز أستعرض مع حضراتكم خبر جميل جدا بيدل على إن الأهلي كبير وبيتعامل مع الكبار وده الواقع اللي الكل لازم يحترموا ويقدروا حرصة إيميليو بورتريجنو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد على تهنئة فريق الأهلي عقب الفوز أمس على أوكلاند سيتي بتلاتة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب وقال بوتروجينيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والمنصق العام للبعثة أنه تابع مباراة أمس بنفسه وتمنى التوفيق للأهلي في منافسة سيتيات الأمريكي في اللقاء اللي جاي وتمنى أنه يفوز كمان ويبقى مواجهة الأهلي مع ريال أعرب بوتروجينيو طبعا عن أمنيته أن يتلقى الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية ووجه المهندس خالد مرتجي الشكر لمدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة مبروك للنادي الأهلي أول خطوة دي مجرد خطوة والأهلي بإذن الله قادر على الفوز في وراء القادمة والوصول لنصف النهائي ويكون في مواجهة ريال مدريد إن شاء الله ماتش يوم السبت مهم جدا ماتش إن شاء الله نصع سمع ونصع على مالعة طنجة مهم جدا 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 إنه نبقى بناخد كل ماتش بماتشو بناخد كل حاجة بوقتها الرجل بيدرس كل حاجة المدير الفني بتاعنا بيدرس كل حاجة ماشي كل فرقة بتاخد وقتها في الدراسة وبياخد حق الماتش معاه حاجة عالية جدا يعني نروح للمغرب بقى ونتطمن على أخبار بعسة النادي الأهلي مع موافدنا وموافد قناة النادي الأهلي زمينا العزيز كريم أحمد أهلا بيك كريم برحب بيك زمينا العزيز عبد الرحمن ناجي كل التحية لك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي في البداية طمننا النهاردة على التمرين والأجواء في المغرب ايه؟ يعني بالتأكيد طبعا لابد ان احنا نبرك لعيبة النادي الأهلي وكل جمهورنادي الأهلي على الأداء الرائعة والمميز الحقيقة في انطلاقة رائعة ومميزة الكل اجتهد الحقيقة لفترة الفاتت من تدريبات وتحضيرات إدارية وفنية وممكن زي ما انت ذكرت زمينا عبد الرحمن وجود الحقيقة لكابتن محمود الخطيب من البداية يعني ليه مرضود كبير ورسالة كبيرة جدا 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 لكل لعيبة النادي الأهلي بجانب الرغبة المتجددة والحقيقة لكل اللاعبين يعني بنتمنى ان شاء الله بإذن الله الجدية الكبيرة والحماس والأداء الرائعة والإدارة الفنية الممتازة من مستر كولر تستمر بمشيئة الله ومش بعيد ان شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يوصل لنقطة بعيدة كالعادة في كأس العالم الأندية الحلم الكبير جدا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني خلاص بقى بعد المبراء انتهت الأفراح لمدة دقائق بسيطة وده اللي معودنا عليه اللاعب النادي الأهلي بتفرح في وقت بسيط جدا وبتستعد الخطوة القادمة تعرف عبد الرحمن طبعا يعني البطولة هتبدأ من الببراء القادمة النادي الأهلي يعني بقى له فترة كبيرة جدا ما بيشاركش في الأدوار التمهيدية فمش هنقول على مباراة الأمس انها مباراة كبيرة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله تنطلق البطولة من المباراة القادمة فيارب تكون التحضيرات جيدة تدريب اليوم النهاردة يمكن قدر أقولك كل اللعيبة اللي شاركت فيه المباراة الأمس يعني كان لها برنامج ريكافري هنا في فندق الإقامة لكن المجموعة المتبقية طبعا شاركت في جرعة تدريبية كاملة على الملعب الفرع الخاص بطنجا تعرف عبد الرحمن احنا ما كنا مفروض عاقب انتهاء المباراة نرجع تطوان مرة أخرى لكن المسافة كانت كبيرة جدا والدور الإداري الكبير الحقيقي الكابتن محمود الخطيب أيضا كمان للمهانس خالد مرتاجي كل حقيقة أفراب بيعطل النادي الآلي ومجلس الإدارة حولوا بكل الطرق الحقيقة نحن نكون متواجدين نكون متواجدين الفترة القادمة حتى موعد المباراة في الفندق تدريبنا يكون على الملعب الفرعي بيبعد طبعا فندق الإقامة ب 15 دقيقة كل الأمور دي بتساعد الحقيقة لعبة النادي الآلي على الارتياح وبتساعد لعبة النادي الآلي على التركيز فقط لغير في الملعب فيارب إن شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح ويستطيع النادي الأهلي الفوز في المباراة تانية على التوالي مشيئة الله طب كريم يعني أنا أولا بحييك على التخطية الجميلة اللي أنت عملها أنت وفريق عمل قناة النادي الأهلي اللي عندك في المغرب كله بحقيقة يعني مشرفينها أعايز أسألك عن جمهور النادي الأهلي في المغرب وجمهور النادي الأهلي المغربي في مغربة كتير جدا شجعوا النادي الأهلي المطش اللي فات ده يمكن تقريبا الأستاذ كم مليان على آخره وشوفنا يعني مش مكوناش مفرقين المغربي من مصر يعني بالتأكيد طبعا يعني انت عارف اشقاءنا للمغربة حبهم كبير جدا لنادي الاهل بقيمته الكبيرة جدا يعني الحقيقة من اول يوم بتحرك في فند الاقامة بتتحرك في الشوارع الكل بيوجهك للانتصار والكل بيحفزك وبشجعك الافتتاح مرح الحقيقة كان اكثر من رائع كل كان بيساند الكل كان بيشجع ومش غريب الحقيقة يعني كرة القدم بتقرم الشعوب الحقيقة بشكل كبير جدا وعارفين قيمة النادي الاهلي يعني انت عارف امس كان في جزء كبير من جمهور النادي الاهلي لكن الكل كان بيشجع هي دي الروح وهو ده قيمة النادي الاهلي الكبيرة النادي الاهلي جمهوره وعرف اي شيء اي مكان بيكون متواجد فيه لابد يكون في مساندة كبيرة فبنواجه كل الشكر والتحية الحقيقة لجمهورنا المغربي هنا وجمهور الاهلي المغربي وجمهور النادي الاهلي على المساندة ويمكن مستر كولر كمان قال يعني انا منتظرهم كمان في المبريات القادمة يا رب إن شاء الله زي ما شفنا الفول طبعا نستاكم فول تيم طبعا يا رب إن شاء الله يكون فول بالمبراءة القادمة يكون أيضا كمان جمهور النادي الآلي متواجد بكسافة تحفيزاتهم الكبيرة وتشجيعهم الكبيرة وصل حقيقة لعابة النادي الآلي فيا رب إن شاء الله بإذن الله توفير ربنا يكون مع لعابتنا وتوفير ربنا أيضا كمان يكون مع مستر كولر قيادته الفنية الرائعة أداءه يقرأته للمبراءة القادمة يا رب إن شاء الله يكون لكل الظروف معنا عبد الرحمن طيب كريم شفنا لقطة النهاردة حلوة أول أن المهندس خالد مرتاجي كان وليد الركراكي مدرب منتخب المجرب متواجد في المعسكر كان فيها هزار وكان فيها حب وكان فيه يعني واضح أن وليد الركراكي كمان عارف قيمة المهندس خالد مرتاجي وقيمة بعثة النادي الأهلي هو طبعا مش غريب أن نحن النهائي كان بيننا وبينه كان هو مدرب الوداد ساعتها وكلمني شواء عن المشهد ده والترحاب اللي حصل من وليد الركراكي الكابتن مهندس خالد مرتاجي أنت عارف طبعا يعني العلاقة الطيبة جدا الحقيقة بين مجلس إدارة النادي الأهلي وكل المغربة الحقيقة وتحديدا كمان وليد الركراكي اللي كان متواجد في فنده اللي قامة يعني هي كانت صدفة الحقيقة لكن كانت صدفة طيبة جدا يعني والركراكي أشهد بالحقيقة بالنادي الأهلي اللي كان متواجد في مباراة الأمس وتابعه ويمكن كمان مهندس خالد مرتاجي حقيقة ومحاية كل جمهور المغربي وقال لهم كان انت قربتنا في شكل كبير جدا ان احنا نحب المغرب ونحب جمهور المغرب ونتفرج على كورة المغرب بأداء الرائع جدا لقات دي الحقيقة يعني بعد المبركس العالم انت لسه هترجع في افريقيا تاني وهكون متواجد مع فرق ايضا من المغرب فالامور دي الحقيقة يعني بكلها مرضود كبير جدا علاقات طيبة بنأملها ان هي تمتد ايضا كمان الحقيقة لكل المسؤولين هنا في المغرب على طول خطوة خطوة مع النادي الاهلي موانس خلي المرتاج الحقيقة قايا بدور كبير جدا جدا بالتنسية مع كابتن محمود الخطيب دكتور محمد شوقي كابتن زكريا كابتن محسن صالح مش عايزة انسى حد لكن كتيبة كبيرة جدا كالعادة وراء النادي الاهلي فيارب ان شاء الله المجود يكلل بالنجاح وتكون فرحة ان شاء الله بإذن الله يوم السبت زي ما فرحنا امس نفرح يوم السبت ان شاء الله بإذن الله قبل ما كلمك كنت بتكلم بنفس النقطة اللي انت بتتكلمها البعثة بتاعت النادي الاهلي إداريا وفنيا على أعلى مستوى طبعا يعني فعلا حاجة قيمة جدا يعني وجود كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة كمان حاجة هيلة يعني طيب كريم عايزة أقولك احنا شوفنا كمان صورة فوزي لقجع وخبر وجود فوزي لقجع بجوار كابتن محمود الخطيب ومسا نادة والبعثة النادي الاهلي كلمني شوية عن تواجد فوزي لقجع يعني هو كان متواجد طبعا أمس قبل توجه فريق النادي الاهلي وبعثة النادي الاهلي بالكامل إلى معلعب ابن وطوطة وممكن قابل كابتن محمود الخطيب وقابل مجلس دارة بالكامل يعني حيا الحياة كابتن محمود الخطيب ورحب به وأيضا كمان الكابتن الخطيب شكره على حسن الاستقبال والضيافة والترتيبات الحياة المميزة جدا هنا في المغرب زي ما بكتلك عبد الرحمن العلاقات طيبة جدا والقيمة الكبيرة ما بيكون متواجدة بحجم الكابتن محمود الخطيب كل الأمور بيكون سهلة وبتلاقي كل الناس محتاجة أن هي يكون متواجدة نقس تلتقط الصوت الإصار التسكرية كل بيحاول أنه يقرب من القيمة الكبيرة جدا لكابتن محمود الخطيب يعني أنت عارف مجلس دارة بالكامل أثار أنه يكون متواجد كابتن محمود الخطيب كرئيس البعثة بقيمته الكبيرة الأمور دي الحقيقة بتوصل للجميع بتوصل للجمهور بتوصل لنا الحقيقة كمان احنا كتغطية اعلامية للعيبة فيرب ان شاء الله يفضل الحماس الكبير والرسائل المستمرة الحقيقة من المجلس إدارة النادي الآلي وتحديدا لكابتن القطيب بتوصل لعيبة النادي الآلي ويا رب ان شاء الله بإذن الله نتخطى المباراة القادمة ولكل حدث الحديث في الأدوار القادمة بمشيئة الله طيب من وجودك في البعثة الاعلامية لفريق النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي عايزة أشوف معك كده بس هي ماتش قوي ماتش يأهن المباراة ريال مدريد عايزة كده تقولي الوضع اللي فيه اللعبة دلوقتي فكروا في الماتش الجاي ولا لسه دخلوا في المود ولا لسه يعني عبد الرحمة انت عرف لعيبة النادي الآلي مجرد انتهاء المباراة ومجرد خروجهم من الاستاد خلاص هتفرح بشكل بسيط جدا فنده لقامة والتحضير بدأ من صباح اليوم بمحاضرة كالعادة للمستر كولر اللي بيتجمع اللعيبة وبيتكلم على أهمية المرحلة القادمة وتحديدا لمباراة القادمة لان انا بقولك البطول هتبدأ من المباراة القادمة خلاص الدور التمهيد ده أمر معتاد بالنسبة لكل الفرق لكن النادي الآلي بيشاركش فعشان كده محتاجين موجود كبير جدا من لعيبة النادي الآلي لعيبة مركزة عارفة أهمية المرحلة عارفة ان فيه جمهور كبير جدا منتظر ظهور النادي الآلي بالشكل الكبير محتاجين كمان النادي لعابة اللي نادي الآلي يكون عندها رغبة كبيرة جدا نحن نوصل لنقطة بعيدة الأمور يمكن طيبة للإقامة للتنظيم الإداري للتثبات للملاعب تسعين ديها شفناها الحقيقة فيها ده رائع ومميز جدا شفنا اللي مش متواجد على دكة البودلاء بقلبه وروحه اللي كبيرة جدا مع عادة نادي الآلي عشان حتى اللي برا لسكور خالص يعني أيضا أشرف والناس اللي برا لسكور خالص أول الداعمين للفرقة دي حقيقة فعلا كريم بالتأكيد عبد الرحمن يعني هي دي الحقيقة قيمة لعابة للنادي الآلي النجم هو النادي الآلي والهدف هو إسعاد كل جمهور النادي الآلي أي حد يكون متواجد يلعب قلبه وروحه ربنا يوفى إن شاء الله فعشان كده الروح الكبيرة جدا اللي المتواجدين فيها والثقة الكبيرة اللي بنأكد عليها ملعابة النادي الآلي لمشاركتهم العديدة تمام مرات والثالثة على التوالي يعني الأمور بالنسبة لنا يعني مطمئنة بشكل كبير لكن لعابة النادي الآلي عندها حرص كبير جدا تحترم الخصم بشكل كبير جدا عشان كده مستر كولر بيقسم المباراة عنده سينيريوهات عديدة عنده سكواد مميز جدا فعشان كده بيقول يا رب أمانا في ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا إن إن شاء الله النادي الآلي حقق نتيجة كبيرة جدا في هذه البطولة بطولة صعبة لكن حلم كبير لكل جمهور النادي الآلي إن شاء الله يا كريم شكرا زي مننا كريم أحمد تغطية مميزة جدا من فريق عمل قناة النادي الآلي الحقيقة يعني أيمين بمجهود هايل هايل الحقيقة يعني ربنا معاهم وإن شاء الله يكون الماتش اللي جاي ماتش قوي نحقق فيه هدفنا عشان نروح لماتش ريال مدريد إن شاء الله هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى عشان نكمل باقي فقرات سيرين دي سبورت ولسه مع النادي الآلي خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الآلي أعلن عن التعاقب مع يارا أسامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الآلي خلال الموسم الحالي وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقب مع يارا لتدعيم فريق كرة السلة سيدات استعدادا للموسم لحظ المطلاط مع الفريق وأوضح العوضي أن يارا إضافة كبيرة لفريق سيدات الأهلي مؤكدا أنه جاهزا للمشاركة في التدريبات الجمعية استعداداً للمشاركة في المباريات القادمة تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق وأشار العوضي إلى أن التعاقب مع يارا جاء في إطار خط الدعم فريق سيدات السلة على غرار ما حدث مع باقي فرق الأهل في البطولات عشان نحصل باقي البطولات إن شاء الله في كل الألعاب الأخرى وبمناسبة السلة بقى نروح نشوف مع بعض نتائج الأهل في الأسبوع الماضي في مختلف الألعاب ونشوف هللاعب مين في الأسبوع اللي جاي كمان زي ما تعودنا دايماً يعني في سيفين دي سبورت نروح مع بعض لشاشتنا كرة اليد سيدات عندنا ماتش الأهل والطيران انتهى 26-19 وماتش الأهل والمعادي انتهى 28-19 وكرة السلة رجال الأهل ومصر للتأمين فوز الأهل 79-51 والمصرية للاتصالات 84-44 ونروح بعد كده لكرة الطير رجال كم فيه ماتش طلاع الجيش الأهل 3-2 ونروح بقى للماتشاط اللي جاية معنا الأسبوع الجاي الأهل هيلاعب سموحة دور كرة سلة رجال يوم 3-2 إن شاء الله يوم 3-2 فيه كمان منقاء في دور كرة اليد سيدات الأهل والزمالك ده ماتش مهم جداً ودور كرة اليد سيدات يوم 4-2 الأهل والشمس وكاس مصر دور 16 كرة اليد رجال يوم 5-2 الأهل والجزيرة ومعنا كاس مصر طائرة سيدات يوم 6-2 الأهل وأصحاب الجياد وأيضاً معنا كاس السوبر كرة الطائرة رجال الأهلي والاتحاد السكنداري يوم 8-2 وكاس السوبر كرة الطائرة رجال يوم 9-2 الأهلي وتبقى الجيش ودور كرة اليد رجال يوم 9-2 الأهلي وسموحة دي كانت المباراة اللي احنا لعبناها الأسبوع اللي فات واللي هنرعبها الأسبوع الجاي إن شاء الله هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض 7-day sport تستضيف كاس أسيا 2027 أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم رسمياً عن فوز السعودية بشرف تنظيم النسخة 19 من كاس أسيا عفواً 2027 لأول مرة في تاريخ السعودية نالت شرف التنظيم بعد انسحاب أسباكستان وإيران والهند من سباق الاستضافة وبذلك ستكون المملكة العربية السعودية التي نالت 43 صوت من دول الخليج لإستضافة بطولة كاس أسيا وخامس دولة خليجية طبعاً تستضيف البطولة بعد نسخة الإمارات 2019 وقتر اللي استضافت البطولة أكتر من مرة وكمان هتكون مستضيفة البطولة المقبلة السعودية إن شاء الله نتمنى التوفيق لأشققنا في السعودية طبعاً العالم العربي بيشهد طفرة تنظيمية في تنظيم البطولات من بعد قطر في كأس العالم وشوفنا العراق في بطولة كأس الخليج وشوفنا المغرب في كأس العالم الأندية وهنشوف كمان السعودية في طولة أسيا إن شاء الله نروح بقى لخبر آخر أعلن الاتحاد السوري لقرطة قدم التعاقب مع الأرجنتيني هوكتر كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر عشان يكون المدرب الجديد لمنتخب سوريا الأول كوبر هيوصل سوريا خلال يومين حسب بيان الاتحاد السوري وهيكون معاه اتنين مساعدين اشتغلوا معاه في منتخب مصر أيضا وطبعا موجود معاه كمان محمود فايز أحد نجوم التحليل الفني وعلى فكرة الهولندي مارك فوتا كمان المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي هو حاليا المدير الفني لمنتخب سوريا الأولمبي وهيكون ليه تعاون كبير مع كوبر وطبعا نتمنى التوفيق لهذا الجهاز بما إنه فيه محمود فايز يعني شخص مصري وكمان هيكتور كوبر من الشخصيات العظيمة في تاريخ الكرة المصرية وصلنا كاس عالم وليه بصمة في الكرة المصرية فنتمنى لهم كل التوفيق هنروح بعد كده وطبعا من سوريا إلى قطر نروح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر متواجد في الدوحة حاليا ويقترب بشدة من تولي القيادة الفنية لمنتخب قطر بعد رحيل عن قيادة الفنية لمنتخب إيران طبعا كارلوس كيروش أيضا من المدربين اللي اشتغلوا في مصر وصل لنهائي بطولة أفريقيا ووصل للماتشات النهائية أو الماتش النهائي ضد السنغال في كاس العالم برضو نتمنى له التوفيق ونتمنى أن المدربين المصريين كمان يبقى لهم حظ الاحتراف سواء في الأجهزة الفنية أو هم نفسهم يحترفوا طبعا موضوع الشهادات والحاجات دي نتمنى يعني أن يحصل قريب جدا للمدربين المصريين وفيه خبر عربي آخر بقى انتخب سليمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة القدم لولاية تلتة بالتسكية لعام 2027 وذلك خلال انعقاد الجمعية العومية الـ 33 للاتحاد في العاصمة البحرانية المنامة وقال سليمان أود أن أشكركم جميعا على وضع ثقتكم به لولاية أخرى منها مدتها أربع سنوات أنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الأسيوي وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة ومن أخبارنا العربية إلى أخبارنا العالمية والبداية من فريق تشيلسي حيث تعصرت مفاوضات انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جرمان على سبيل الأعارة لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب ورغم اتفاق النديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي يتاهم بشكل أساسي في جعل المغرب في أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم يبدو أن الصفقة المهددة يعني منها تتلغي بسبب تفاصيل إدارية الموضوع هذا حصل قبل كده أخلي بالكم مع ريال مادريد ومانشستر نايتد في حارس مرمى منشستر يونيتد وهو بينتقل ريال مادريد وبرده كان خطأ إداري وما زلنا في الملاعب الأوروبية أعلن أرسنال متسدد الدولي الإنجليزي تعاقده مع الدولي الإطاري جورجينيو قادما من ألجار تشيلسي لمدة عام ونصف مع إمكانية التمديد لعام إضافي ويبلغ جورجينيو 31 عام وخاض 143 مموراة في البريمير ليج كما شارك في 46 مموراة دولية مع منتخب بلاده إيطاليا وفاز بيورو 2020 مع الأدزوري وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بغلغت حوالي 12 مليون جنيه إستر نايت طبعا نوسم انتقالات الأندية المراضي دسم جدا يعني وفي أسماء كتير بتتقال للصيط منها مثلا محمد صلاح وحاجات كتير جدا في عالم كرة القدم وانتقالات يناير المراضي كانت غريبة شوية ولكن هذه هي السحرة المستديرة ومن أخبار السحرة المستديرة إلى لعبة الكرة الصفراء حيث توجسر بي نوفاك جيوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الأولى أولى بطولات الأربعة الكبار في كرة المضرب للمرة العاشرة في تاريخه عندما تغلب على اليوناني سيفانسو بثلاثة مجموعات لمجموعتين وحقق جيوكوفيتش اللقب الـ 22 في الجراند إسلام معادلة القياسي الأسباني طبعا رفاين نادال هو صاحب الرقم القياسي الأعلى ودلوقتي جيوكوفيتش عادله ومن الألقاب البطولة الأسترالية هذا العام كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الأسباني الآخر كارلوس كراس على النسخة الحالية بسبب إصابته طبعا هو ما شاركش في النسخة الحالية بسبب إصابته هنروح نشوف الإنفو جراف دوت أكتر ثلاث لعبين أخذوا بطولات جاند إسلام في التنس ونرجع لحضراتكم مرة أخرى يعني زي ما حضراتكم شفتوا حسين الشحات عامل إنجازات فردية المراضي مميزة جدا يتساوى مع ميسي ومع كريستيان أورنالدو ومع جارب بيل لعيب طبعا كان ليه تأثير كبير مبارح من إحراز الهدف الأول لعيب كمان كتب تاريخ مميز ليه هو كمستوى فردي وكمستوى شخصي حاجة مميزة جدا من حسين الشحات الحقيقة شارك في ثلاث نسخ مختلفة وأحرص في الثلاث نسخ المختلفة سواء مع العين الإماراتي في المشاركة الأولى ليه أو مع النادي الأهلي في المشاركتين الأخر حاجة مميزة جدا نادي الأهلي بيكسر أرقام قياسية مختلفة المراضي سواء بالتواجد بعدد رقم قياسي كبير في المشاركة مع النادي الأهلي تمام مرات والمرة الثالثة على التوالي سواء حسين الشحات اللي بيبقى بيشارك لمرة ثالثة عايز يبقى متواجد في الاهلي اوي عايز يبقى دايما موجود عايز يبقى دايما ليه بصمة في النادي الاهلي رغم ان هو كان راجع من اصابه في بداية الموسم ده الا انه قدر يبقى موجود بشكل مميز جدا جدا ده كان حسين الشحات والانجازات الفردية داخل النادي الاهلي هنروح دل بقى لحوار عبر تقنية الزوم مع عبداللطيف المتوكل رئيس ربطة الصحفيين الرياضيين المغربة وكمان نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في البداية بنرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي استاذ عبداللطيف اهلا وسهلا الاستاذ عبدالرحمن تحية لك وإلى المشاهدين الأفاضل وإلى الإخوة العاملين في قناة النادي القرن النادي الاهلي الذي نعشقه ونقدره كثيرا اهلا بحضرتك معنا وبحييك وبحيي اهل المغرب كلهم على التنظيم الاكثر من الرائع الحقيقة لبطول الكأس العالم للأندية في نسختها في المغرب ودي مش المرة الاولى طبعا للمغرب ولكن النسخة دي مميزة جدا افتتاح مميز جدا شفنا تنظيم على اعلى اعلى مستوى من الاشقاء في المغرب مبروك لكم طبعا والف مبروك لنا جميع المبروك للمغرب مبروك لمصر مبروك لكرة القدم العربية لكرة القدم الافريقية هذا الحفل الافتتاحي الباهيج لمونديال الأندية وهو يقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختين 2013 و2014 اليوم نعيش نسخة 2022 وبمشاركة النادي الأهلي المصري إلى جانب نادي الويداد الرياضي المغربي بطال افريقيا فقط أخي عبد الرحمن لو سمحت أنا أريد أن أرجع شيء الماء إلى الوراء لأقول بأن هذا المونديال وهو يقام في المغرب هو جاء ليعيد الاعتبار للعلاقات ما بين الأهلي ونادي الويداد الرياضي ما زلتم تذكرون الضجل التي أتيرت حول استضافة المغرب لنهاية دورة أبطال إفريقيا والقلق والامتعاد الكبير الذي كان يسود في الشارع الرياضي الأهلاوي على وجه الخصوص ولكن جاءت ضرور شوف الزمن والذي يصلح الكثير من سوء الفهم خليني بس أقطع حضرتك لدقيقة واحدة ما كانش فيه أي لوم على نادي الويداد اللوم كان من عندنا إحنا هنا من الاتحاد المصري لكن فوزي اللقجع راجل سعى أنه هو ينظم مبرانهاية ودحقه يعني في المغرب عشان مصلحة فريقه إحنا ما عندناش أي مشكلة في ده طبعا والكابتن الخطيب والناني الأهلي كانوا بيشيدوا بداء وبيشيدوا بدور فوزي اللقجع بداء على فكرة أستاذ عبد الرحمن أنا لا أريد أن أرجع الوراء لكي ما توقف عند الجزئيات وعند التفاصيل لأن المغرب ترشح لاحتضان دوري أبطال إفريقيا وفق المعايير ووفق المقتضايات التي تعتمدها الكونفيدرال الإفريقي لكورتخدم فقط أنا أريد أن أقول بأن احتضان المغرب لمونديال الأندية 2022 جاء في وقته المناسب وجاء ليعين الاعتبار للنادي الأهلي النادي الأهلي هو لو فاز بدوري أبطال إفريقيا كان سيكون هو ممثل كرة القادمة الإفريقية في هذا الموضوع ولكن استضافة المغرب بهذا الحدث العالمي فتح الباب أمام مشاركة الأهلي في هذا الاستحقاق العالمي وأعتقد بأنه التاريخ انقف إلى جانب المغرب وإلى جانب مصر كما يقف دائما على مر الزمن التاريخ دائما ينصف العلاقات المغربية المصرية لذلك أعتقد بأن التواجد الأهلي في هذا المونديال هو تشريف لهذا المونديال وهو أيضا دعامة وتعزيز لمشاركة نادي الوداد الرياضي لأن الناديين معا يحملان مشعل كرة القادمة الإفريقية في هذا الاستحقاق العالمي طبعا أكيد العلاقة الأخوية من جمهور الأهلي وجمهور المغرب وجمهور الكرة المصرية هي الأساس كابتن محمود الخطيب بالمناسبة أشاد بموقف فوزي لقجع وأشاد بموقف الأخوة في المغرب حتى في المباراة نهاية هو حق أصيل إحنا إحنا اللي اتأخرنا أو الاتحاد المصر الكرة القدم هو اللي اتأخر في تقديم طلب تنظيم المباراة الحقيقة يعني المباراة الافتتاحية هيكت أكثر من رائعة عايزة أخب منك رأيك في مشاركة النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية وفوزه على أكلان أكلان سيتي أعتقد أن النادي الأهلي أكد من خلال مباراته الافتتاحية مباراته الأولى أنه جاهز لكي يدافع عن حضوضه أدى مباراة من الطراز الرفيع احترم المنافس رغم أن المنافس ليس من العيار التقيل وليست له تجربة كبيرة دائما هو يشارك ويودع المصابقة مبكرا نادي الأهلي المصري يحسب له أنه احترم المنافس وفق ما يستحق من الاحترام وأبا النادي الأهلي جاء إلى المغرب وجاء إلى مدينة طنجة من أجل أن يشرف كرة قدم المصرية ومن أجل أيضا أن يستغل هذه المناسبة لكي يذهب إلى أبعض نقطة ممكنة في هذا المونديال الذي يقام للمرة الثالثة في المغرب ذلك أعتقد أن الأهلي من خلال مرضوده العام ومن خلال أسلوب اللعب ومن خلال أيضا اختيارات المدرب نلمس أن هناك عمل في العمق ينجز داخل النادي الأهلي المصري وأن النادي الأهلي هو في الطريق لكي يستعيد هيبته على الصعيد الإفريقي ومباراة أمس قدمت العديد من المؤشرات والعديد من الأرقام والعديد من المعطيات على النادي الأهلي بإمكانه أن يذهب إلى أبعض نقطة في هذا الاستحقاق العالمي إلى جانب النادي الوداد الرياضي المغربي ولجانب أيضا النادي الهلال السعودي لأن هذه الأندية الثلاثة هي كرة القدم العربية في هذا الاستحقاق العالمي طبعا إحنا كان نفسنا يبقى معنا وقت نتكلم مع حضرتك أكتر من كده ولكن حضرتك شرفتنا وتشرفتنا بوجود حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا أستاذ عبد النطيف نورتنا والأخوة في المغرب كلهم كل التوفيق في تنظيم بطولة رائعة الحقيقة الافتتاح كان رائع ومستنيين كمان بقية البطولة تمشي بشكل جيد كما العادة يعني من الأخوة المغربة المغربة الحقيقة يعني هم مشرفين سواء على المستوى الفني في كأس العالم أو وليد الركراكي اللي عامل منتخب هايل وكمان التنظيم كان على أعلى مستوى الحضور الجماهيري كمان على أعلى أعلى مستوى بنشكر الأخوة المغرب على حسن الاستقبال كمان اللي كان استقبال أكثر من رائع من الجماهير ومن المسؤولين في المغرب الحقيقة المشاركين أو اللي استقبلوا بعسة النادي الأهلي هنا كده انتهت حلقتنا النهاردة من سيفن دي سبورت نتمنى نكون ضفنا ولو جزء بسيط من تغطية منديال كأس العالم للأندية وتواجد النادي الأهلي في هذا المنديال على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وفي الختام خير وسلام